كان سيدنا أبو بكر عايزي هاجر فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرفض ويقول له انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبه وسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وأرضاه وكرم الله وجهه لم يأخذ الإذن بعد بالهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش أدركت أن الدعوة قد انتشرت رغم أنوف أسيادها قريش رأت أنها كلما حاربت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكلما اشتد التعذيب والتنكيل كلما فتح الله آفاقا جديدة لهذه الدعوة وكلما اشتد البأس من قريش كلما فتح الله أرضا جديدة طيبة لهؤلاء المستضعفين وطبعا كان لابد لقريش من أن تنظر وتتشاور في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه حرفيا تقدر تقول تلك الدعوة وذلك الدين أضاع النوم من العيون وأذهب لذة الحياة من أسياد قريش اجتمعوا في دار الندوة وبدأت المشاورات لكن قبل أن تبدأ المشاورات دخل إبليس إلى دار الندوة في صورة رجل شيخ نجدي عليه الوقار وعليه ثياب غليظ وهم لا يعرفونه وقف أولا بالباب فتعجبوا وسألوه من الشيخ؟ فكان جوابه شيخ من نجد سبب الذي تعدون له فقلت أحضر معكم وأسمع ما تقولون عسى أن يكون لي رأيه بدأ الاجتماع ولا يوجد بطن من بطون قريش ولا فغض من أفخاذ قريش إلا ولها ممثل في هذا الاجتماع كل قريش بأسرها كل أشراف العرب كل أسياد العرب حضروا سواء كان من بني مخزوم سواء كان من بني نوفل بن عبد مناف سواء كان من بني حرب المهم أنه بدأت المشاورات فكان الرأي الأول بأنه لا بد أن يحبس النبي عليه الصلاة والسلام في الحديد ويغلق عليه بابا ويفعل به كما فعل بالشعراء منذ قبل كالنابغة وزهير وغيرهم ويظل هكذا حتى يأتيه الموت لكن الشيخ النجدي اللي هو إبليس لعنة الله عليه قال لهم الرأي ده ليس بالرأي السديد رفض هذا الرأي قال لهم لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه ثم يأتون إليكم وينتزعوه من بين أظهركم انظروا في غير هذا الرأي يعني الرأي ده ما ينفعش أشوفوا لكم رأي تاني فكان الرأي التاني المطروح إن إحنا نطلعوا خلاص ننفيه نخرجه من بين أظهرنا فننفيه في البلاد لكن برضك الشيخ النجدي قال برضك ده ما هو شرأيه ليه لإني لو انت نفتوه فإنه سيذهب إلى أصحابه وسيجمعهم لا سيما وهو يتمتع بحلاوة المنطق وعزوبة اللسان وغلبته على قلوب الرجال ده كلام إبليس لأسياد العرب ثم يعود إليكم ويفعل ما يفعل بكم هنا أبو جاهل تدخل وقال أن لي رأي ما أراكم قد تعرضتم له إيه هو قال نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا قويا ثم نعطيهم كل واحد منهم سيفا ثم يعمدوا إلى دار محمد فيقفون عليها فيضربونه ضربة رجل واحد وبهذا يتفرق دمه بين القبائل فنستريح ويرضى قومه بالدية هنا هلل الشيخ النجدي اللي هو إبليس وقال القول ما قال الرجل وانفضى الاجتماع على هذا الرأي وعلى اعتماد هذا الرأي تخيل بقى وقف هنا شوية كل صاحب هم وكل صاحب ابتلاء وكل صاحب مصيبة وكل صاحب تفكير وكل صاحب تدبير يقف معايا ويسمع كويس أوي هذا الاجتماع الذي استغرق ساعات وهذا الكلام الذي طال أو قصر ربنا سبحانه وتعالى يلخص للنبي عليه الصلاة والسلام في آية واحدة في القرآن أيوالله اسمع كده ربنا يقول للنبي إيه على طول جبريل يعلن حالة الطوارئ وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الله شوف الجمال شوف ترتيب القرآن وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوك وحط القتل في النص علشان يقوله أن هذا هو الرأي المعتمد الرأيين دولة طرحوا والرأي في الوسط ده هو ده اللي اعتمد لكن تخيل هذا أقصى تدبير للبشر حط تدبير البشر في مقابل فعل رب البشر وسل نفسك إذا كان الله معك فمن عليك